اجتمع سعادة سيد زايد بن راشد زياني وزير صناعة وتجارة وسياحة مع القائم بأعمال وزير التجارة في ولاية فلوريدا الأمريكية مارك أدلر في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية والوكيل المساعد لتنمية الصناعة وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال اللقاء على عمق وامتداد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ورسوخها في مختلف المجالات خاصة في العلاقات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين منوها في هذا السياق بالتعاون المستمر بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في كل البلدين والتنسيق والتكامل المتصاعد في النمو بين المستثمرين ورجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية كما نوه الزيان إلى البعد الاستراتيجي لمنطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشين المرحلة الأولى منها مؤخرا ضمن زيارة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي جاءت ترجمة بهذا التوجه والسعي المتواصل لتعزيز الاستفادة منها من كلا الجانبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر